يا مساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بحضراتكم بدايةً يا رب سنة بالخير والسعادة والنجاح على كل المصريين وعلى كل الأهلوية سنة إن شاء الله بإذن الله تحقوا فيها كل النفسكم فيها سنة بالتأكيد إن شاء الله بإذن الله يقدر لنا فيها كمصر وكأهلي نحن نجاحات أحسن بكتير جداً من السنة فكل الظروف بتقول أنه الظروف السنة دي أحسن بكتير من السنة اللي فاتت رغم كده الحقيقة إنجازات السنة اللي فاتت كات عالمية بكل المقاييس سنة عنوانها الأساسي كاس العالم سواء بالنسبة لمنتخب مصر أو بالنسبة لنادي الأهل خلاص مشاركة الأهل في كاس العالم مشاركة مضمونة النادي الأهل هو بطل إفريقيا وبالتالي خلاص المسافة شهر تفصلنا عن بداية مشوار جديد من مشاوير الأهل في بطولة كاس العالم تختلف المراضي في الطموح تختلف المراضي في الأهداف البرونزية وإن كانت إنجاز لكنها يمكن لا تكفي السنة دي وأملنا كبير جدا إن شاء الله ربنا يعفقنا ونحقق إنجاز أنا بتهيالي إن إنجاز الوصول للمبارنة هقيية هيكون كافي جدا لمشجعي وعشاء النادي الأهلي لكن نتمنى نروح لأبعد وليه لأ قادرين ووصقين في فرقتنا اللي السنة دي الحقيقة مقدمة كرة ممتعة جدا وشايفين إن شاء الله بإذنها تقدر تحقق كل أهداف مش بس على مستوى كاس العالم على مستوى كل البطولات اللي هتاخدها خد بالحضراتكم إنه عشرين وواحد وعشرين وإحنا لسه مودعينها ما فيش من تمانية واربعين ساعة حققت فيها بطولة إفريقيا المرة عشرة في تاريخك حققت فيها برونزية كاس العالم حققت اتنين سوبر إفريقي على حساب اتنين من أبطال القرى الأول كان عدد بركان والتاني كان الرجاء البيضاوي بالتالي تموحاتك السنة دي تسمح لك إنك تروح لأبعد بين كده إن شاء الله وإن شاء الله مشاركتنا السنة دي في كاس العالم تكون مختلفة من حيث النتيجة أما بالنسبة لمنتخب مصر فالحقيقة أنا كنت متفائل قلت عشرين واثنين وعشرين هتكون بداية جديدة بقى ومستر كيروش خلاص خد علينا وجربنا ولعب معنا المرحلة الأخيرة خدنا مع بطولة مجمعة زي بطولة كاس العرب فالرجل يعني إلى حد ما خد يعني انتبع شبه كامل وقدر يفهم شوية من المصريين وقدر يفهم إحنا بنفكر إزاي وإن المنتخب المصري بالنسبة للمصريين خط أحمر وإن المنتخب المصري بصرف النظر عن الجيل اللي بيمثل مصر هو دايما بطل مرشح هو دايما عينه على اللقب لكن يبدو أن الصورة ما وصلتش المستر كيروش بالشكل الكافي والرجل تصريحاته النهاردة الصراحة في المؤتمر الصحفي على أقل بالنسبة لشخص المتواضع مخيبة جدا للأمال ويبدو كأنه الراجل عايز يقول لنا أنا كاس أفريقيا دي مش في اعتباراتي أساسا أنا رايح ألعب ورايح أجرب زي ما لعبت بالضبط في كاس العرب ناوي كرر التجربة بس بدل من لعب منتخبات عربية لعب منتخبات أفريقية لكن إنه هدفي نانا وصل لكاس العرب اللي بالنسبة لي أصبحت حتى النقطة دي محل شك في ظل قيادة كارلوس كيروش وفي ظل اختياراته وفي ظل حالة العناد وفي ظل حالة الدكتاتورية وفي ظل حالة إسرار غير مبرر وغير منطقي حتى هو قال لك أنا مش مطالب أن أنا برر اختياراتي في النهاية له مطلق الحرية هو المسؤول الأول والأخير عن المنتخب الوطني ولكنه بالتأكيد هيتحمل كل المسؤولين إذا كنت عايز رأيي أنا بقولك لو راهي أنت على مستر كارلوس كيروش أو أنت من الناس المقتنع عاوي بمستر كارلوس كيروش فأنا بقولك المنتخب المصري مع كارلوس كيروش قادر يوصل دور التمانية صعب قوي تخيل منتخب مصر برا دور المجموعات في بطولة أفريقيا خصوصا مع المجموعة اللي إحنا وعين فيها مع كامل الاحترام والتقطير لكل المنتخبات بما فيهم كمان نيجيريا لكن لو راهانك زي على أمش المنتخب لو راهانك زي على لعيبة منتخب مصر أنا شايف أن المنتخب المصري كحد أدنى كحد أدنى يوصل قبل النهائي وأتعقع كمان يوصل النهائي والرهان هنا والرسالة هنا مش للجهاز الفني الرهان هنا للعيبة منتخب مصر اللي رايحة تلعف أو تمثل منتخب المصري في بطولة أفريقيا أنتم قادرون على تمثيل جيد جدا وعلى الوصول لأبعد مدى في البطولة ثقاتنا فيكم كبيرة رغم أن في أسماء فارقة ما فيش حد في مصر ممكن يختلف عليها لا جمهور ولا نقاد ولا محللين ولا مدربين ولا أجهزة فنية ولو جبت مثلا 18 فريق في النادي عملت سمينار ل18 مدير فني 99% منهم هيقولك الأسماء دي كان لابد من تواجدها في قايمة المنتخب لكن هو مستر كيروش هو المسؤول عن الاختراض هو المسؤول عن القرارات وبالتالي محدش هيقدر ينقش نتمنى التوفيق لمنتخبنا ده شيء ما فيش شك فيه ونتمنى الحقيقة أن نراهم بشكل كبير جدا على الأسماء اللي تم اختيارها إن شاء الله بإذن الله أنها تقدر تعمل بطولة كويسة للمنتخب المصري ومن حقنا نحلم ببطولة أفريقيا وحد يقول لي مستر كيروش أنا لا حضرت ولا شفت 57 ولا 59 لكن شفت 86 وفاكرها كويس جدا وشفت بالتأكيد 98 وتباعت زي حضراتكم وزي ملايين من مشجع كرة في مصر 2006 و2008 و2010 في كل البطولات دي ما كانش عندنا محترفين يا مستر كيروش عشان تقارن المنتخب الوطني بمنتخبات أفريقية في الصفوفها بالضم 24 أو 25 لعب محترف في أوروبا ده شيء منطقي جدا لكن خلينا أقول لي حضرتك إن مصر تتزعم تتزعم ألقاب القرى الأفريقية بأكتر من جيل ما كانش فيهم أربع أو خمس محترفين في كل الأجيان فتكروا معي كده 86 ما فيش محترفين خالص 98 بتهاية لي كان عندنا محمد أمارة عندنا ياسر ردوان ممكن أحمد حسن مش فاكر عبدالسطار يمكن 3 أو 4 أسماء وبالتأكيد 2006 و2008 و2010 برضو ما تشوفش محترفين كتير جدا يمكن ناس منهم احترفت بعد 2006 يعني وحتى اللي احترفوا يعني ما كسروش الدنيا يعني زي محمد صلاح يعني كان عندنا ميدو مثلا كان عندنا زيدان هو أبرز المحترفين في التوقيت ده عمر زاكي تجربة وخلصت محمد شوقي تجربة وخلصت لكن في النهاية منتخب مصري بيروح مشخصية البطل منتخب مصري مش مستني لعيبة محترفة في أوروبا عشان يحقق اللقب لأن احنا كنا بنواجه عتاولة أفريقيا ولعيبة بتلعب في أكبر الأندية مش بقولك بقى محترفة في أوروبا دي بتلعب سامويل ايتو دي 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 دروكبا يايا توري يعني عد بقى ممكن أعدلك أسماء زي ما انت عايز بقى باريس سان جيرمان وريال مادريد وتشالسي وغيرها من الأندية فتاح الأوروبا ومع ذلك كتيبة المصريين قدرت وقفت وخدت البطولة من الكاميرون وخدت البطولة من غانا وخدت البطولة من كود ديفوار وخدت البطولة من جنوب أفريقيا اللي هم كانوا يعني عتاولة العتاولة في موضوع الاحتراف ومع ذلك الحقيقة ما قدروش يتصدوا لكتيبة المقاتلين المصريين الرهان في المنتخب دايما 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 مش بشوفه على الإمكانيات بشوفه على الروح كل إنجازاتنا كل إنجازاتنا بداية من وصول لكاس العالم 90 على حساب الجزائر وتحقيق بطولة أفريقيا في خمس مناسبات أنا مش هحسب 57 هم بيت حزبه طبعا بس أنا عاستو تقول ما شفتش في مقدارش قيم يعني مستوى الكرة في أفريقيا ومستوى المنتخب المصري كان قدقي وقتها لكن اللي شفته وبحكم عليه إن الروح لما بتتواجد في منتخب مصر لما المسئولية بتبقى موجودة عند لعيبة منتخب مصر كل الفوارئ اللي حضرتك حطتها في حساباتك بتدوب وبتختفي وبيكون المنتخب المصري قادر على إنه هو يواجه ويتغلب على أكبر منتخبات الأفريقية أنا هقرر النهاردة تصريحات كارلوس كيروش والراجل الحقيقة يبدو إنه مش مراهن أو مش حطت في اعتباره أو في حساباته إنه المصريين رايحين بطولة أفريقيا في الكاميرون وهم عايزين يرجعوا باللقب ده شيء يتحسب هو عليه أنا ما ليش دعوة لكن اللي هيتحسب عليه بشكل كبير جدا والمصريين مش هيرحموا مش بس كارلوس كيروش المسؤولين عن اختيار كارلوس كيروش والناس اللي سكتت على كارلوس كيروش هو عدم الوصول أو التأهل لمونديال 2022 في قطر ده الهدف الأهم زي ابتدت حلقتي قلت إنه 2022 بالنسبة للمصريين هي سنة كاس العالم سواء على مستوى الأندية والأهلي المصري وهنتكلم بالمناسبة تذكر البطولة الطرحة النهاردة وبدأ طرحها على موقع الفيفا النهاردة للناس اللي حبها تبقى موجودة وكاس العالم بالنسبة لمنتخب مصري طبعا برضو في قطر عشرين اتنين وعشرين ولكن في نهاية السنة إن شاء الله بعد ما نتطمن على التأهل يعني إحنا اللي بنفكر فيه قبل ما نتكلم على شكل المشاركة وإن إحنا نحلم بقى شوية نبعد عن فكرة إن إحنا نلعب ثلاث مطشات ونروح دي نفسنا يعني نروح على أقل نوصل دول 16 نلعب جيم حلو نكسب مطش ولا مطشين يعني نروح كاس العالم كمان نستمتع حاجة كده نحطها في التاريخ عشان إحنا عايشين على مطش ولندا لغاية دلوقتي 31 سنة المصريين عايشين على مشاركة مصر في كاس العالم 90 ومشاركة روسيا دي بتهيق لي يعني مش عارف لي محسناش بيها ربنا يا سامح كوبر بقى بس على كل أحوال عندنا كلام كتير على المؤتمر الصحفي وعندنا كلام طبعا عن السعادة النادي الأهلي اللي ما بدأتش فعاليا لكاس العالم في أبو ظبي إن شاء الله بإذن الله هتتلعى في بداية شهر فبراير لكن هنتكلم حضراتكم طبعا عن الخطوات يمكن ساعات بسيطة جدا 48 ساعة بتفصلنا عن عودة الفريق لتمرينات مرة تانية وهقول لحضراتكم على البرنامج اللي حطه مستر بيترو موسيماني لغاية لما يرجع إن شاء الله من أجستو أبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوين القضاء يعيد العمري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي مسحة طبية تنتظر النجوم الأهلي بعد انتهاء الإجازة استعدادا لكأس الربطة طرح تذاكر كاس العالم للأندية في الإمارات على موقع فيفا وكيروش لم يطالبني أحد بأمم إفريقيا وهدفي الأساسي أصعود لكأس العالم إصابة ليوميسي بفيروس كورونا وخطة طموحة للإنتر والميلان سنصير جديد صديق للبيئة سنصير جديد صديق للبيئة راصة راصة نبتدي حلقة النهاردة بلقتة فرحة عريس النهاردة رامي ربيعة تعوى عن نجمي النادي الأهلي اللي زي ما حدرتكم شفتوا كده بيحتفل النهاردة بفرحه ألف ألف مبروك رامي من الولاد الحقيقة اللي تحس دايما بانتماءهم للنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله تكون خطوة موفقة في مشوارك وفي حياتك وتكون نقطة دفع كده عشان يرجع لنا رامي بتاع زمان اللي وحشنا الحقيقة أنا قابلت رامي هنا في السادسة وكلمت معك كثير جدا مش بس على هوا برا الهوا كمان من اللعيبة الرجالة تحس انه انتباه للنادي الأهلي مش محل نقاش وانه عنده رغبة كبيرة جدا في انه يقدم حاجة للأهلي والجماهير والعريدة فإن شاء الله بإذن الله النهاردة تكون بداية صفحة جديدة في حياة رامي وتكون إن شاء الله بإذن الله بداية مبشرة كده في 2022 إن شاء الله ونشوف رامي بيتقلق مرة تانية مع النادي الأهلي طيب ندخل في أخبارنا سريعا والبداية الحقيقة مع القضاء اللي بينصف الجمعية العمومية للنادي الأهلي قبل العمري فاروق قادت الدائرة تانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي والتي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجمعية العمومية وكان العمري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة وطلب العمري فاروق في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمري فاروق في دعوة وطلبته احتراماً وتقديراً لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت نروح لنادي الأهلي ويمكن الجهاز الطبي في نادي الأهلي برئاسة طبعاً دكتور أبو عبلة استقر خلاص على أنه يتم إجراء مسحة طبية للعيبة وللجهاز الفني والإداري قبل إن شاء الله ما ترجع الفرقة للتدريبات مرة تانية ومفترض إن شاء الله أن اطلاقة التدريبات هتكون بداية من يوم الثلاثة اللي جاي بالنسبة للعيبة اللي مشاركتش بكسافة في المطشاط الأخيرة في الفترة اللي فاتت يعني وده هيكون تحت طبعاً إشراف كابتن سامي أمسان المدرب العام لغاية لما يرجع مستر بيتشو مسماني من أجسه أما بالنسبة لعيبة اللي خضت عدد من المطشاط اللي ممكن تكون شوية أثرت عليها أو فيه يعني نوع عماء إجهاد عليهم في الفترة الأخيرة هتستمر راحتهم لغاية يوم تمانية وبعد كده ينضموا بقى للتدريبات عشان يستعدوا للمشاركة في كاس العالم الأندية التي تقام إن شاء الله بإذن الله أو تصدفها إن شاء الله أبو ظبي مستر المسلماني حط برنامج عدد للعيبة البودلاء كمان في الأهل عشان يجهزهم قبل ما يشاركوا في بطولة كاس الرابطة في الفترة طبعاً اللي هتوقف فيها الدوري أثناء مشاركة منتخب مصري المنتخب الوطني المصري في بطولة كاس أمم إفريقيا والهدف من البرنامج طبعاً إنه يجهز الكتيبة الحمراء بشكل كامل اللي بالتأكيد طبعاً عن كل فرد فيها وأنا على يقين إنه الموسم ده الفرص هتتاح للجميع حجم المشاركة يعني بعد ما تخلص بعد ما تخلص بطولة كاس العالم للأنديها تحديدة وإن شاء الله أتمنى إنه يعني مشوارنا فيها يوصل ليوم 12 يوم 12 ده هيكون مباراة النهائي لكن في جميع الأحوال بعد مشوار كاس العالم أنت هيبقى عندك كم من المباريات في فترة زمنية يمكن ما حصلتش على مدار مش إحنا بقالنا سنتين من التكلم على ضغط المطشاط وتلحم المواسم وما بعد فبراير أعتقد أنه هتعدي علينا أصعب فترة في السنتين أو الثلاثة اللي فاتوا دول وبالتالي أنا بتهيالي إنه شيئنا أمقى بين كل لعبة نادي الأهلي الموجودة أو المقايدة في السكواد هيكون لها دور مهم جداً 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 في كل البطولات اللي هشارك فيها النادي الأهلي عندك كاس رابطة عندك كاس مصر اللي لم يستكمل مش عارف هيكملوه أنا مش هيكمله عندك بطولة دوري أبطال عندك الدوري المصري اللي هيبقى حجم المطشاط احنا ملعبناش في الموسم ده لك أن تتخيل يعني موسم ابتدى في عشرة تقريباً أو في تسعة اتنين وعشرين تسعة واحد وعشرين لغاية النهاردة لغاية آخر فبراير هتبقى ملعبتش من 34 موراء في الدوري مطلوب منك أنك تلعبها غير سبعة مطشاط يعني أنت فعلياً فعلياً تقريباً هتبتدي الدوري في شهر مارس لأن أنت هترجع من كاس العالم هيبقى عندك ثلاث مطشاط في فبراير في مطولة دوري الأبطال وبالتالي فعلياً أنت هتدخل في مارس عشان تلعب مطشاط الدوري هنتكلم عن ده برضو النهاردة وخلينا أقول للناس اللي بتفكر وليه لا إنها هتتابع الأهلي في أبو الزبي طبعاً في الإمارات اللي بتستعد بالفعل عشان تستضيف أكبر حدث رياضي كروي على مستوى الأندية بيرجع لملعبها هذه المرة الخامسة اللي أبو الزبي بتنظم فيها كاس عالم للأندية 2022 بداية من النهاردة إن شاء الله متاح للجميع على موقع الفيفا إنهم يشتروا التذاكر اللي حقيقة طرحت كمان بأسعار في المتناول يعني خليناي أقول لحضراتكم بداية من 20 درهم تقريباً وده بيوازي بالمصري تقول حاجة بتاعة 85-90 جنيه للتذكرة لغاية 200 درهم وده هيكون سعر التذكرة في المباراة النهائية في فئة الدرجة تذكرة الدرجة الأولى أعتقد الأربع مرات اللي سبق تنظيمها كان 2009-2010 و2017-2018 وكويس النهارة لأنه ما عنديش شك إنه جماهير الندي الأهلي إن شاء الله بإذن الله هتم لأ المدرجات هناك من أبو ظبي نروح لكارلوس كيروش كارلوس كيروش تكلم طيب هو تكلم وقال كلام كتير وانهقف النهاردة طبعاً مع نجمينا كابتن محمود صالح هشرافنا في السادسة همحتاج حد يقرأ معي بصراح لأنه يعني قريتي وحدها لا تكفي في كتير من علامات الاستفهام على كلام الرجل النهاردة فهنسمع رأي كابتن محمود صالح على رأي تصريحات كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي خلينا نشوف مع حضراتكم جزء من التصريحات أو جزء من المؤتمر وأرجع لحضراتكم في السادسة لنبدأ بالأسؤال الأخير لأنه يعتبر أسر أنت تخلم شيئاً؟ that question is more easy because that question doesn't exist in football there is no one single coach that sign contracts with a specific target about competitions نحن لا يمكننا التعاملات بسيطة الوحيدة من الله. هذا هو سيطة. نحن لا يمكننا التعاملات بسيطة الله. يمكننا التعاملات بسيطة الوحيدة والتعاملات بسيطة الوحيدة. لا يمكننا التعاملات بسيطة الوحيدة. وكلمنا عليه مع الاتحاد المصري. وهو كان تأهل الى كأس العالم. حسنا. سأعيد تصريحات كارلوس كيروش للآخر خالص. لكي نحل بها مع حضراتكم. دعنا نذهب لأول مراسل قناة نادي الأهلي. في أستاذ القاهرة. محمد توفيق. يقول لنا آخر تطورات استعادات المنتخب بتدريبة النهاردة. الانتباعات أو ردود الأفعال على تصريحات كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي الأجراء. وارجع على حضراتكم على طول. فهدري محمد. سهل الخير عليك زميل عزيز أحمد. تحياتي لكم وكل مشاهدي السادسة وكل جماهير النادي الأهلي بتتبعنا من خلال برنامجك في كل مكان. بالفعل أنا معك من هنا من داخل استاذ القاهرة. والتدريب الأول للمنتخب الوطني الأول لقرة القدم المصري. يمكن ده التدريب الأول في المعسكر المغلق. كان طبعا فيه تدريبات خميس وجمعة وسبت ولكن ده كان في معسكر المفتوح. ولكن النهاردة أولا أيام المعسكر المغلق. يمكن اليوم ابتدى من بدر النهاردة من العشرة صباحا والمؤتمر الصحفي الميستر كيروش. يمكن نتكلم فيه الوسائل الإعلام عن كل الأشياء اللي بتشغله. يمكن نفتح المجال لأسئلة كتير جدا. نتكلم عن كل حاجة عن الاختيارات عن برنامج الإعداد عن وصول المحترفين. ويمكن الراجل وعد وسائل الإعلام إن الفترة الجاية إن شاء الله ابتداء من الغد. وحتى يوم الجمعة لو معه وعد السفر إن شاء الله إلى الكاميرون. هيكون التدريب مفتوح للإعلام أول ربع ساعة. وكمان هيكون من الغد متاح بعض اللاعبين بالتصراحات لي كمية وسائل الإعلام. يمكن بعد كده ابتدى مران المنتخب النهاردة الأول زي ما قلنا في المعسكر المغلق. فيه تمام الرابعة والنصف يمكن تدريب استمر لمدة ساعة ونصف. التدريب كان معظم الجوانب بتاعته تركزت على الجوانب البدنية لللاعبين. حراس المرمى الأربعة الموجودين محمد الشناء ومحمد أبو جبل. محمد صبحي محمود جدي خدوا طابلين قوي جدا مع كابتل عسام الحاضر مدارب حراس المرمى. بقى اللاعبين طبعا مستر كيروش والجهاز المعاون كانوا بيشوفوا على تدريباتهم. ممكن 15 لاعب فقط موجودين في تدريب اليوم. المحترف الوحيد اللي موجود هو عمر مرموش اللي بقى اليومين بيشارك فيه تدريبات الفريق. كمان عمر السلالة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر موجود في التدريب. ولكن اكتفى ببعض التدريبات التأهلية والعلاجات طبعا بعد الإصابة اللي لاحقت بهم مؤخرا قبل مباراة الرجاء في كأس السوبر الأفريكي مع النادي الأهلي. يمكن كمان سألنا عن المحترفين ووصولهم. مستر كيروش أكد ان ان شاء الله المحترفين هابتدوا ينضموا للمعسكر. بدءا من الغد طبعا السلالة المحترف في انجلترا محمد صلاح محمد النني محمود ريسجيه إن شاء الله هيبصلوا غدا بإذن الله للمعسكر الفريق. وطبعا مشاركتهم في التدريبات هتترك لرؤية الجهاز الفني. كمان مصطفى محمد المحترف في تركيا وأحمد حجازي هيبصلوا ويشاركوا في التمريليات بدءا من الغد إن شاء الله. يمكن أجواء في المعسكر أكثر من رائعة. إن شاء الله تكلل ومتخب مصر يعني زي ما قلنا يعني منتخب مصر هو الأكثر حصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية. جماهير الكورة المصرية بدوت اللي نقلوا الإعلمين النهاردة لمستر كيروش. يعني كلهم مش بقالوا بأقل من المنافسة على اللقب يعني أداء يعني تأدية المنتخب بأداء يعني يدل على تاريخ وعراقة كأس الأمم. يعني تاريخ المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية. أعتقد إن كان فيه استياء كمان من مستوى المنتخب في كأس الأمم الأفريقية ودوت اللي نقلوا للمستر كيروش النهاردة. فرجل تكلم قال إن ده كان المتاح ويمكن التصريحات أكيد أنت هتناولها بالتفصيل. ولكن أعتقد إن شاء الله الشكل يكون مغير خاصة زي ما هو ذكر إن فيه عدد كبير جدا من العناصر بترجع له موجودة معه في كأس الأمم الأفريقية. ما كانتش متحاله في كأس الأمم الأفريقية. هتبقى أصعب وهتبقى أشد وإلا أقدر أوعد بالجمهور إن أنا كل مباراة أخذها يعني مباراة منفصلة كل مباراة هنلعب فيها على الفوز. واتكلم طبعا بالتحديد على المنتخب الناجيدي صاحب أول مواجهة إن شاء الله يوم 11 يناير الجال إن شاء الله في أول مباراة في المجموعة الرابعة اللي فيها منتخب مصر بجانب غنيا بساو والسودان. قال طبعا ده منتخب كبير وسبق ليه الوصول أكثر من مرة لكأس العالم وعنده مجموعة كبيرة وكتيبة كبيرة جدا من المحترفين. ولكن طبعا إحنا معنا لعيبة يعني ممكن قال تصريح موسيل الجدد شوية قال مصر حاليا. يعني تمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين على مستوى العالم. وممكن كمان على سبيل الدعاء بقال إن كريستيان ورونالدو هينزعك شوية من التصريح دوت. يمكن زي ما قلت لك المؤتمر الصحفي وطبعا إنت هتأخذ التصريحات بالتفصيل زميلة أحمد وكمان التدريب هنا داخل إستاذ القاهرة. إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخب مصر والأداء بشكل أكثر مراعا وتحقيق نتيجة إن شاء الله تسعد كل جمهور المصرية في البطولة إن شاء الله هتنطلق بإذن الله في التاسع من يناير في الكاميرا. دي كانت كل الأجواء هنا من داخل إستاذ القاهرة كلمة ليك تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عزيز محمد التوفيق دي آخر أخبار تدريب المنتخب وردود الأفعالها المؤتمر الصحفي الحقيقة اللي فيها علامات استفهام كتير. أنا طبعا يعني ما فيش حد ممكن يفتكر من المستحيل إنه أي حد يطرح إنه يطلب من مدير فني إنك تقول أنا رايح أجيب كسر بطولة ما بتحصلش. وما فيش مدير فني مهما كان حجم الفريق البرازيل وهي بتلعب بطولة كسر عالم على أرضها وعلى ملعبها وسط جماهرها خسرة البطولة. ومحدش في العالم يقدر يضمن إنه رايح يجيب كسر بطولة ويرجع لكن كل بنقوله أو كل إحنا متخوفين منه. وعارفين طبعا إنه الأهم بالنسبة للمصريين إنه بطولة المشاركة في بطولة كسر عالم أو ضمان تسكرة التأهل لكسر عالم. لكن اللي بنقوله طول اللي فات يعني طول مشوار ميستر كيلوش من أول ما تولى المسؤولية مع كامل الاعتبارات بين قوسين كده لكل المعاوقات أو الصعوبات اللي الراجل وجهها. إحنا مدركين حجمها ومقدرنا لكن الناس كتير قوي حاسة بيه إنه الراجل مش ماشي في المصاري السليم. يعني حقك هتاخدنا وهتلبس غالبا بينا وتلبس معنا في حيطة. الموضوع محتاج شوية إنه مستر فينجادا يتكلم، الناس في اتحاد الكرة تتكلم، الجهاز الفني يتكلم لأنه بالطريقة دي ما أعتقدش إن إحنا متطمنين قوي. مش بس على طولة أفريقيا لكن الأهم كمان متطمنين على بطولة كسر عالم. النهاردة المنتخب والنهاردة تصريحات كارلوس كيروش والنهاردة كمان طبعا الأهلي واستعداداته لمنديال الأندية في أبو ظبي. اسمحوا لنروح لفاصل وما تروحوش في أي حتة رجعونا في سادسة بعد فاصل سريع نقبل حضرتكم. بالتأكيد ليهم دور كبير جدا في صناعة كرة القادة وبيقال إنهم كمان ممكن يكونوا سبب من أسباب الأزمة اللي ضربت أسواء الانتقالات وأثرت بشكل كبير جدا على ارتفاع أسعار اللاعبين في العالم كله. كلام طبعا على وكلاء اللاعبين اللي في القريب جدا يمكن يكون دورهم ليه شكل وليه أدوات وليه صلاحيات مختلفة تماما طبعا بعد وثيقة أو بعد إصدار وثيقة الفيفا. يكون معنا إيطالي أندريا دعمكو عضو لجنة وكلاء اللاعبين بالفيفا. وبالمناسبة هو نائب رئيس لجنة وكلاء اللاعبين في دوري الإيطالي. طبعا بداية بشكرك على مشاركتك معنا وظهورك معنا على شاشة الأهلي في السادسة. أنا أيضا فخور بزهوري على قناة النادي الأهلي. وأود أن نوجه تحية لجمهير النادي الأهلي التي يشاهدونها الآن من خلال هذه القناة العظيمة. وأنا سعيد بالتحدث لشاشة النادي الأهلي. بداية خلينا أكلمك على وثيقة الفيفا الخاصة بوكلاء اللاعبين. إيه المعايير الجديدة؟ إيه الصلاحيات؟ إيه الدور اللي ممكن هيكون منوت به وكلاء اللاعبين في الفترة اللي جاية من خلال وثيقة الفيفا؟ في البداية يجب أن نعلم شيئا هام. يجب أن يعلموا الجميع عن عمل وكلاء اللاعبين. كما ذكرت هناك وثيقة مهمة تم منحها خلال الفيفا. يجب على أي وكيل اللاعبين أن يعمل حسب قوانين الفيفا. هناك قوانين يجب أن يعود إلى الفيفا أولا. وهناك أن يعلم التعليمات التي يصدرها للاتحاد الدولي. وكيل اللاعبين يجب أن يعلم ما هي وظيفة وكيل اللاعبين. لأن هناك فرق بين الوسيط وبين وكيل اللاعبين. وكلاء اللاعبين لديهم وثيقة تم منحها خلال الفيفا. بعض الكوانين يجب أن يتبعها ويجب أن يتحدث عنها. ويجب أن يتقس طرق مشروعة للتعاقد مع اللاعبين. بيقال أن وكلاء اللاعبين جزء من أزمة التفاع الأسعار الخاصة باللعبين على مستوى العالم. تتفق مع الرؤية دي؟ هل تشوف وكلاء اللاعبين جاني؟ ولا سيف أن هم مجني عليهم؟ الجميع يتحدث دائما عن ذلك الشيء وهذا ليس صحيح. هناك دائما مشاكل بين وكلاء اللاعبين وبين الاتحادات الخاصة بهم. لكن إذا ما كنت بعمل بطريقة مشروعة. أنت تتحدث مع النادي وأتتحدث مع اللاعب في نفس الوقت بطريقة مشروعة. هذا يجنبك العديد من المشاكل. لكن أن يتحدثون دائما أن وكلاء اللاعبين يصنعون المشاكل. ويجلبون اللاعبين إلى بعض الدوريات الأخرى من أجل المال. هذا ليس صحيح. نحن نعمل ولدينا أسر ولدينا أشياء مهمة جدا. لكن هناك بعض الأشياء التي تحدث داخل الإدارات الأندية. كفشل بعض الإدارات من التعاقد مع اللاعبين. أو هم يريدون أن يشترون بعض اللاعبين بأشياء قليلة جدا. ويقولون أن وكين اللاعبين هو المتحكم في ذلك. وهذا ليس صحيح. لو سألتك على الكرة الإيطالية تحديدا أنت نائب رئيس لجنة وكلاء اللاعبين في إيطاليا. يعني يمكن من 10 سنين أو من أكتر من 10 سنين فاتت كتلكرة الإيطالية والمسابعة الإيطالية. هي الأكتر جذبا لأهم الأسماء كان أهم النجوم في العالم كله بيلعبوا في الدوري الإيطالي. ورغم كده اتسحب البساط من الكلشو وراح لدوري زي الدوري الإنجليزي أو حتى الدوري الأسباني على مدار 10 سنين فاتت. إيه دور وكلاء اللاعبين في ده؟ وإزاي ممكن ترجع إيطاليا مرة تانية صحبة واحدة من أقوى المسابقة على وجه الأرض؟ شكرا على توجيه هذا السؤال. سؤال يبدو أنك متابع جدا للدوري الإيطالي. لكن هناك أزمة كبيرة جدا اقتصادية مرت بها إيطاليا ومر بها الاتحاد الإيطالي. ومرت بها إيطاليا بالأخص لأن إيطاليا لديها أزمة كبيرة. جعلت بعض وكلاء اللاعبين يفضلون. لا يستفقد وكلاء اللاعبين لكي أكون صادقا معك. لكن اللاعبون أيضا لعبون أيضا. ولعبون أيضا إيطاليون يفضلون الزهب خارج إيطاليا. لأن الأنديال الإيطالية لديها مشاكل اقتصادية كبيرة. لكن إذا ما اعتبرنا هذا ما يؤثر على الكرة الإيطالية. هناك أشياء كثيرة أيضا تؤثر على الكرة الإيطالية. كالفضائح مثلا الكبيرة التي تمر بها. يجب أن تسأل العديد من مديرين الرياضيين الآن. الذين هم متورطون في مشاكل اقتصادية كبيرة. يجب أن يتحد الإيطاليون في جميع المجالات المختلفة. وليس كرة القدم. لكن أشياء كثيرة أبعادة اللاعب الإيطالي. والمواهب الإيطالية الآن. عندما نرى موهبة عظيمة. نقوم بالجلوس مع اللاعب. هل تفضل اللاعب لهذا أم هذا أم ذاك؟ اللاعب دائما مستوكيل اللاعبين. هم يسألون لنا. ويعتبرون كأولياء أمور. ونحن من نحدد وجهة اللاعبين. أنا أعرض الأفر على اللاعب. هناك نادي يدعى كذا وكذا. وهو من يختار. لكن يعني خليني أسترد معك بعض التجارب. التي كانت من ممكن أنها تدفع أو تساعد الكالسيو الإيطالي على الرجوع مرة تانية. السابع عهده. يعني عدم قدرة نادي زي روما في الحفاظ على نجم بقى واحد من أهم نجوم العالم. محمد صلاح. عدم قدرة اليوفي على الحفاظ على كريستيان رونالدو. عدم قدرة الإنتر على الحفاظ على لوكاكوة وأشرف حكيمي. وغيرها من الأمثلة. تفسر ده بإيه؟ وعدم قدرتهم كمان على تعويض الأسماء دي بأسماء على نفس الدرجة من الكفاءة. أعتقد أننا نتحدث عن قرة أفريقيا. بالنسبة لمحمد صلاح. محمد صلاح قام بعمل أشياء خارقة وأثبت نفسه في روما. لكن في رونتينا كان له الفضل في تطور محمد صلاح. أنا أذهب كوكيل لعبين. أذهب إلى المغرب. المغرب لديها العديد من اللاعبين. أنا أعشق قرة أفريقيا. لكن اللاعب الأفريقي. أنا أفضل اللاعب الأفريقي. قد يكون هذا غريباً لكم عن اللاعب الأوروبي. لأن اللاعب الأفريقي لديه إمكانيات بدنية عظيمة. ولديه مينتاليتي آخر. بعكس اللاعب العربي. يجب أن نفرق بين اللاعب العربي واللاعب الأفريقي. لكن صلاح كان تفرق. ويجب أن نشكر روما. لأن روما طورت محمد صلاح. وطورت من مستوى كثيراً جداً. لكن في مصر. هناك العديد من اللاعبين المصريين. أنا أطابعهم بشكل خاص. ومن حسن الحظ أن اللاعبون المصريون الآن. بدأوا في الزهور كثيراً في الدورات الأوروبية. ممكن تقول لنا أسماء. مين اللاعبين المصريين اللي لفتوا نظرك في فترة الأخيرة؟ ومن اللي أنت بتكون حريص على متابعتهم في بطولة أمم أفريقيا؟ هو يتحدث الآن. بالنسبة للسكاوت أو بالنسبة لبعض اللاعبين. هو لا يتذكر الأسماء جيداً. لكن حفاظاً على سرية المفاوضات. في يناير قد أخبركم بعض اللاعبين المصريين. دعونا بلاش بعيداً عن اللاعبين المصريين أهم الصفقات الميركاتو الشيطي المتوقع في الأندية الإيطالية. بالنسبة للميركاتو هذا العام. دعونا نتحدث عن يناير. هناك مشكلة كبيرة. مشكلة تفاكم الفيروس. بعض اللاعبين بالنسبة لي محمد صلاح قد يغادر في الميركاتو. ليس هذا الميركاتو لكن الميركاتو القادم في الصف. وهناك عرض لمحمد صلاح من إيطاليا. لوكاكو أيضاً لديه مشاكل مع تشيلسي. وقد يغادر لوكاكو في الانتقالات الشتوية. وهذا حصر لقناة النادي الأهلي. قد يعود للإنتر. وهناك أيضاً إيكاردي. إيكاردي قد يعود إلى الإنتر. وميركاتو يناير ميركاتو مختلف. عكس ميركاتو الصيف. بعض اللاعبين القلائل. لكن إيطاليا قد يحدث بها طفرة في هذا ميركاتو يناير. ثلاثة لعبين قد تأخذهم حصرياً لتسرعات للنادي الأهلي. لوكاكو. وعودة مورو إيكاردي إلى الإنتر. قابطة قريبة أو اليوفي. لكن إيطاليا قد تعود أيضاً للواجهة. أندريا داميكو عضو لجنة وكلاء اللاعبين بالفيفا. أشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا. وأتمنى متابعة جيدة لك لبطولة أمم أفريقيا. وأتمنى كمان يكون في أكثر من تكرار لتجربة محمد صلاح مع الأندية الإيطالية. شكراً لقناة النادي الأهلي. وأنا تمنى التعاون في الأيام القادمة. ومن كلام أندريا داميكو الحقيقة يمكن خليني أقول لحضراتكم أنه بمناسبة كلامه طبعاً في ختم لقائي معها بفيروس كورونا والأزمة اللي بتواجه عدد كبير جداً من الأندية. خليني أقول لحضراتكم آخر صدمات باريس سان جرما اللي بتهيقلي بعد انضمام ميسي بقالي قاعدة جمهرية كبيرة جداً في مصر. هم كانوا تكلموا قبل كده عن إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا تحديداً أربع لعبين دون ذكر أسماء. لكن خليني أقول لحضراتكم وده نقلاً عن بيان رسمي صدر من النادي أن الرباعي المصاب بفيروس كورونا هم الجوهرة الأرجنتينية ليو ميسي. إخوان برناد طبعاً الظاهير الآيسر ومعاهم سيرجيوريكو وناثن بيتو ماتزالا ودول اللي يمكن هيغيبوا عن الفريق في الفترة اللي جاية هيغضعوا لمرحلة من مراحل العزل الزاتي. وطبعاً هيطبقوا البروتوكول الصحي المناسب. ده طبعاً بالإضافة لنمار اللي مفترض أنه مستمرة في عملية التعافي بس في البرازيل مش في باريس. ومتعقع أنها تستمر لغاية يوم 9 يناير مع طبعاً تقم طبي تتكلم عن المار واحد من أهم اللاعبين على مستوى العالم. فيه كتيبة طبية ومع مجموعة من المدربين اللي بيتولوا عملية متابعته والحفاظ على ليقته ومستوى 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 الاخرى. عشان يرجع للتدريبات فيه خلال فترة يمكن تحددت بحوالي ثلاث أسابيع. وده يمكن طبعاً هيأثر تتكلم مع قوة دربة يعني اثنين من أهم ثلاث لعيبة. لو عملنا أو اعتبرنا أن الثلاثي المرعب في البي هجي هو أمبابي وليو ميسي ونمار فاتنين منهم مرايحين لمدة أسبوعين أو ثلاثة جايين. وخليني أقول لحضراتكم أنه قريب جداً 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 هتسمع عن كلام جديد فيما يخص كيليا نمبابي. الصفقة بيتم طبقها الراجل من حق التوقيع لأي نادي دلوقتي في انتقال حر وقريب جداً هتسمع عن كلام. مش هقول لحضراتكم إلا أن المعلومات مؤكدة بنسبة 100% لكن في أغلب الأحوال هتسمع عن توقيع كيليا نمبابي لنادي غير بي أش جي في الفترة اللي جاية. سريعاً جداً ناخدكم بقى للملعب التاريخي لإيطاليا. وواحد من الملعب أو يمكن هو الملعب الوحيد في حدود معلوماتي على مستوى العالم اللي بيتسمى بإسمين. لما الميلن اللي هو الاسي ميلن بيلعب عليه بيبقى يسمه استاد سانسيرو أو ملعب سانسيرو. وده المكان أو المنطقة اللي بيقع فيها الملعب. لما الانتر أو الانترنسيولي هو اللي بيلعب على الملعب بيتسمى نفس الملعب باسم جوسيبي مياتسا وده واحد طبعاً من آيقونات الانتر على مدار التاريخ. لكن خليني أقول لكم أنه فرقتين اتفقوا على تصميم جديد قدمته شركة بوبيولوس ودي شركة لكده شركة في تصميم ملعب وامبلي الجديد وعملت استاد الإمارات بتاع الأرسنل وعملت ملعب سبوز أو ملعب تاتنهم الخطة دي مرتبطة أكتر بنحية بيئية مثلا على سبيل المثال أنه الملعب ده هيكون خالي تماما من أي انبعاثات كربونية هيتم تزويده بمساحة 110 ألف متر مربع من المساحات الخضرة سنسيرو الجديد كمان هيكون رائط شوية من حيث الكونسبت أو الفكرة بتاعت الابتكار والاستدامة هيبقى مدعوم بتكنولوجيات خضرة خاصة بالمية وبالكهرباء عشان يتوافق مع معين منظمة ليد دي منظمة كده تقدر تقول عليها شبه منظمة الآيزو بتاعت الجودة بس دي متعلقة أكتر بالنواحي البيئية والحفاظ على البيئة ساعة الملعب الجديد اللي هيتعامل هتبقى 65 ألف متفرج بدل 80 ألف متفرج هي الساعة الحالية لسان سيرو ومتوقع أنه الأرباح اللي هترجع على الناديين من الملعب الجديد ده هتبلغ حوالي 92 مليون دولار سنويا بدلا من إرادات وصل حوالي 59 مليون دولار من الملعب الحالي فعلية الشركة أعلنت كمان أنه الملعب ده هيحمل طبع تراثي لمدينة ميلانو عشان يعني يبقى زي قلب نابض أو قلب حي جديد بيقدم الحضارة الإيطالية طبعا العريقة جدا بشكل حديث والتكلفة المبدئية للمشروع ده هتوصل لحوالي 733 مليون دولار والخطوة دي طبعا مش الأول إحنا يمكن تبعنا مع حضراتكم لحظة بلحظة وعرضنا لكم لما كان تصور والسنة دي تم افتتاحه خطة الريال لتطوير سانتياجو برنابيو اللي وصلت تكلفتها لحوالي 700 مليون دولار كمان حقيقة يمكن واحد من الملعب المنتظر تطويرها في الفترة اللي جاية وملعب برشلونة ملعب الكامب نو والمتكلفة المبدئية تقريبا للكامب نو تكلفة التجديد هتوصل لحوالي 1.7 مليار دولار لكن الناس دي ما بتصرفش كده في البرستيج ما بتصرفش كده في الفانتازيا بتصرف وهي عارفة كل دولار بيتصرف هيرجع ازاي والأرباح ازاي ممكن تزيد من وراء استثمار ملاعب بحجم البنبيو ودلوقتي كمان بنسمع عن سان سيرو عن المؤتمر الصحفي وعن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا يكون لنا لقاء في السادسة مع نجم النادي الأهلي كابتن محمود صالح بس بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر يعني طبعا محدش يملك في الدنيا انه يكلم على قواعد ثابتة لازاي تدير شؤون فرقة سواء كتنادي او منتخب وما فيش كتاب ممكن تعتبره كمان يوال كده انك لو مسك منتخب وطني وراح تشارك في بطولة او راح تلعب جيم مهم تعمل ايه عشان تكسب البطولة دي احنا متفقين عدد ويمكن في بداية الحالة قلت لحضراتكم انه مفيش حد ممكن يقول لأي مدير فني بيقود اي منتخب مهما كان اسمه ان مشاركتك في البطولة دي تعني بالضرورة الفوز بها ده عمره ما يكون مطلب لا عادل ولا موضوعي ولا منطقي لكن الكلام الحقيقي على تصريحات مستر كارلوس كيروش قبل ايام بسيطة احنا منتكلم على يوم اتنين اول ماطش يوم 11 يعني ارتكام على تسعة ايام قبل انطلاقة اول او اهم بطولة على مستوى القرار الافريقية بطولة كاسة امم الافريقية فيه كتير من علامات الاستفهام وفيه كتير من الحاجات اللي ممكن تقلقنا او تخوفنا على الهدف اللي هو بعض متلسانه وبيقول هو ده هدفي الاساسي وهو ده ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة وقت التعاقد معي وهو الوصول لكاس العالم على انطلاق الاستفهام الاولى مين ليه الحق مهما كان منصبه او حجم مسئوليته انه يحدد لميستر كيروش اهمية بطولة امم افريقيا من عدمه مين ليه الحق في التفريط في حق المنتخب المصري ومن وراء جمهور الكرة المصرية في تحقيق لقب او في منافسة المنتخب الوطني على كاس البطولة لانه يبدو انه مسئول كيروش خد الاتفاق ده على انه كارت بلانش على انه اشارة خضرة روح البطولة دي والعبها زي ما انت عايزه اختار اللي انت عايزه وجرب اللي انت عايزه وما تفرقش معنا يمين من شمال تخرج من مجموعات تخرج من دول التمانية الكلام ده مش مهم المهم بالنسبة انه تأهل الكاس العالم وعلى الرغم انها بشوف ان البطولة دي تحديدا مؤشر مهم جدا في قدرة المنتخب الوطني على التأهل الكاس العالم من عدم هقرب مع حضرتكم تصريحات كارلوس كيروش واتكلم على فرص منتخب مصر في بطولة امم افريقيا وبالتأكيد طبعا الاهلي حاضر بما ان احنا 48 ساعة ونبدأ الاستعداد بقى والتحضير لبطولة كاس العالم الاندية للحمد لله الاهلي ضمن المشاركة فيها كابتن محمود صالح نيج من نادي الاهلي واضفنا في السادسة النهاردة مساء خير كابتن محمود مساء خير ازاي كابتن محمود ازاي حضرتك قبل ما ادخل في تصريحات مستر كيروش النهاردة عايز اخد رأي حضرتك عن فترة كيروش مع المنتخب المصري لغاية دلوقتي لو قيمناها بشكل عام مبشرة جدا مطمئنة جدا ماشينا على المصاري السليم او الطريق الصحيح ولا في بوادر قلق تخلينا نفكر قبل بطولة امم افريقيا وقبل مرحلة كسر عالم هو مبدئيا هو يعني الاداء اعتقد افضل مما سبق تمام من الفترة بتاعت الكابتن حسام البادري اي ادارته هناك يعني بيحصل بعض التساؤلات في في قراراته او تسلحاته بس انا من ناحية الفنية انا شاف انه هو في النهاية عايز يخلق جول منافسة يبقى كبير او بين اللعبة وبعضها داخل الفريق وانه هو ما بيعتمش لحد معين والمكان متاح للجميع ودي حاجة انا شايفها كويسة يعني دي انما في النهاية هو بيختار افضل مجموعة وافضل تشكيل في المباريات موافع على اختاراته الاختارات النهائية لقائمة المنتخف هو ده اللي احنا نتكلم فيه انما هو انا بتكلم هو يعني بيختار المجموعة اللي هتمثله في البطولة اختار المجموعة خلاص وطبعا بالتأكيد هو اللي همسؤول طبعا طريقة اللعب والتشكيل هو الاخره هو احنا بنتساءل بس في الجزء اللي هو يعني اللي انا شايفه صح اللي هو بس الروح يعني الاجواء في المنتخب غير الاندية الاندية انت بتتمرن كل يوم اللعبة متواجدة معاك وبيبقى فيه سهولة او الاجواء كلها والتركيز اللاعبين مع النادي لان معظم النادي معظم السنة بتبقى موجود مع الفريق ايه وفيه مجموعة اساسا مش موجودة في المنتخب فطبيعي التنافس على اللعب بيبقى متواجد على طول طول الوقت حيانا بيبقى المنتخب وخصوصا في الفترات دي المحترفين بتبقى بعيدة الاجواء بقى كلها وانضمام كل اللاعبين بتبقى فترات قليلة نظرا لان تجميل محلي اللعيب المحليين بيبقى سهل اللعيب الدولية بيبقى فيها بعض الصعوبة في الاحتراف وطبعا بتبقى فيه حوارات بينها وبين المسؤولون في الاتحاد والمسؤولون في الأندية بتاعته فانت فترة قليلة هو عايز يخلق يعني في النهاية عايز يخلق اجواء التنفس انا شايف دي كويس يعني تصرحات يعني هو عايز يقول ان ما فيش حد اساسي على طول او حد يبقى النماء المشاركة دات دي حسب مستوى اللعبين وهو انا ببدل بغير بعمل يعني يعني قد يكون في بعض التعليقات او يعني احنا عزينا تفسير لبعض قراراته يعني على سبيل المثال مروان حمدي مروان حمدي هو قلع بشكل اساسي في بطولة العرب بس هو برضو كان فيه تقييم يعني مروان حمدي تاريخه قليل مع المنتخب خبراته قليل هو شايف ان دي اقصى حاجة هو عملها مع بطولة العرب فهو شايف انه هو قد يكون بهذا المستوى انه ما يبقاش يعني يعني ليه دور مع المنتخب وطبعا اضافه مؤخرا في دوم من الثلاثة اللي هم كانوا خمسة عشرين واصبحوا دولة ثمانية عشرين يعني هو انا شاف دي النقطة دي يعني ناحية كويس دايما كده مع يعني انت مع اجواء التنافس يعني الفرقة الكبيرة في النادي القلي الزمالك طبعا ما فيش اجواء تنافس يعني فترة من فترات موجود الكابتن اكرامو كابتن سابدو كابتن احمد شبير وفيه تنافس فكل معهم التنافس ده هو اللي عمل اسميمهم الكبيرة فالاجواء دي هو انا شافها كويس يعني مفتكر ساعة 98 بطولة بوكيا فاسو وكان فيه تصريح شهير جدا لكابتن جوهر اللي ارحمه لما سألوه في واحد من المؤتمرات الصحفية اعتقد يعني او واحد في الحوارات اللي عملها هدفك ايه بطولة امم افريقي قالك احنا راحين لحق المركز الثلاث عشر وجايد فاكر التصريح طبعا وراجل راح اقدم واحدة من اجمل البطولات اللي عابها منتخب وطني ومن بعيد جدا سنة بسنة وصلنا للمبارنة هائية ورجعنا باللقب سنة 80 تصريح كالوس كيروش النهاردة تقريبا مشابه لده هل ممكن نقرأه في طريقة او في سكة انه انا مش عايز بقى في ضغط نفسي او عصبي على الفرقة وهي رايحة ومش عايز يبقى مطالب منها حاجة فالاريحية دي او الافضلية دي او التخلص من حالة الضغط تساعد المنتخب على ان يروح لبيت ولا تقراها على انه انا هروح العب واجرب واعمل ما بدالي وما حدش يحسبني ولا يكلمني على بطولة امم افريقيا اللي ليكوا عندي هو الوصول لكاس العالم هو هو تصريح نقول على الاول تصريح المرحومة كابتن جوهر هو ما يقال في الاجتماعات غير ما يقال انما في الحقيقة لا الحقيقة بقى والشخصية الحقيقة بتبقى موجودة في اجتماعه مع اللاعبين هي دي العناصر هي لعب بيها ممكن انا بقول كده انما انا انا متخيل ان كروش برضه احنا جايين وجايين نفس على البطولة واحنا اكثر الدول الحصول على البطولات واحنا اخم واحد على المستوى القارة وضع طبيعي اننا جاية نفس فاكيد اسلوب كلام ده هنا غير متواجد بس انا هو عايز يعزل موضوع الوسائل الاعلام دي عن التأثير عن اللاعبين خلاص بقى انما هو بالتأكيد طريقته كلامه اسلوبه هيختلف تماما في اجتماعه مع اللاعبين وتصرحاته معه واكيد كابتن جهري كان كده احنا شوفنا وتبعنا طبعا مصر كلها اتفرجت وتبعت على تصريحات كارلوس كيروش تعالها كابتن محمود دي تصريحات خاصة للسادسة من توم سان فيه ده المدير الفني لمنتخب جمي اللي شارك في البطولة دي تصريحات خاصة لنا احنا هنا هنعرضه على حضراتكم نشوف الراجل قال ايه عن البطولة بشكل عام على السعادة منتخبه وعلى المنتخب المصري عن محمد صلاح ونرجع نكمل كلامنا معه نجمينا النهاردة كابتن محمود صالح نحن في مجموعة تونيسيا البطولة ومرتنى ومالي موامو noc اللي معموعة مع افتحان موامو ما على أفقنا Nosه نحن مرحبا لا شارك لناله من نحن لنفتح نحن 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 لنهي المنحن معك من ان حتى نحن كما نحن ها لمشي نحن على جيد افقنا ان وحش على جيد مجرد المنسجم لتنجل الموضوع لتلجل خلال كبان ، درسي ونقاط ونجتلك لدينا النقاط ولكننا نظر بالمجرد مع الجميع المعارفة جميع أجمع المعارفة ومعاً ومعاً يمكنك دفع المعارفة بخلال الأفقان المعرفي الأفقان العجير والسنغال the two finalists الأفقان ولكننا أيضاً كامرون يديم المعارفة يكون هناك حاجة للجربية ونجيريا ستكون مهاجئة ونحن المدرب المصري أكثر من ميستر كارلوس كيروش نفسه في إطار الدعابة طبعاً عشان الأمر تبقى محطوطة في النصابة الصحيح مرة تانية كابتب محمود أهلاً بحضرتك اللعيبة نفسها سواء اللي تم استبعادها وهي شايفة أو أنه خلينا أقول طبيعي أن كل واحد يبقى شايف بأنه جدير أنه يكون موجود في المنتخب لكن أنه أغلب الأراء المحللين والخبراء والوسائل العام أنه اللعيبة دي كانت تستحق التواجد وأنه لازم كان يبقى ليها دور أساسي والله بصرف النظر عن ألوان خالص كابتب محمود مش بكلم على العيبة أهلي مش بكلم على العناصر كانت ممكن تبقى بتضيف لقدرات المنتخب الوطني يأثر على الناحية المعنوية للعيبة للرايحة لما المدرب يتكلم على أن البطولة دي مش في الحزبين أنا كنت أقول في أول حالة أنه رهان دايماً على منتخب مصر مش على فكرة عندنا كان محترف برة وبيلعبه في أندية إيه بقدم هو الرهان على الروح والحالة اللي ممكن تساعدنا أن احنا نروح لبعيد واللي ساعدتنا بالفعل تحقيق أكتر من لقب رغم فارق كتير جداً بيننا وبين المنتخبات الأفريقية هو نأكد برضو مستحيل يكون ده ده رأيه وده كلامه وده توجهه مع عناصر المنتخب لا طبعاً هو طبعاً مع اللعبين احنا جئين طبعاً النافضة طبيعي احنا منتخب كبير وتاريخنا كبير ونملك لعبين قادرين على التنافس وقادرين على إحراز البطولة فالطبيع هو تقييمه صحة بس هو أنا زي ما قلت لحضرتك هو بس عايز يعز الموضوع الكلامي إيه اللي أوه في وسائل الإعلام عن اقترارات اللعبين ومهاجمته أو تصرحاته والتعليق عليها فكرة أنه أشار لأنه التعاقد أو الاتفاق اللي تام بينه وبتحاد الكرة في مصر مرتبط بهدف يبدو أنه وحيد على اللي فهمته من كلامه يعني هو الوصول لكاس العالم مسؤول في أي مرحلة من المراحل ممكن يطلب من مدير فني أنه يروح يعني يدور على التمثيل المشرف في بطولة أفريقيا أنا ما بقولش أنه يطلب أنه يحقق اللقب أو يحقق البطول لكن على أقل أنك تبقى رايح بهدف أنك تنافس أنت بطل أنت مش بطل أنت صحب الرقم القياسي في الألقاب الأفريقية هل من المنطقي أو من المعقول من المتصور أنه مسؤول يقول لمدير فني منتخب مصر البطولة دي مش في اعتباراتنا لا طبعا بس هل حقيقة الأمر ده هل تم هل في التعاقد تم شروط توضعت أنه هو بس مطالب بتحقيق الوصول لكاس العالم يبقى ده خطأ كبير طبعا يبقى اللي عمل التعاقد ده أنا أسف أقول كلمة براجل ما لن عندوش أي تقدير للموقف خالص إزاي يعني إحنا من الفرق الكبيرة وإحنا بالنافس إحنا في الترتيب السادس تقريبا رقم 6 يعيب بعد السنغال والنيجيريا والكاميرون بالزبط السنغال والنيجيريا والجزائر وتولس والمغرب إحنا السابع كده إحنا السادس فن السادس كده إحنا وراء نيجيريا على طول نيجيريا وفي كاميرون لا كاميرون وراءنا بس في 6 مجموعات إحنا محطوطيني الثاني الكاميرون بقى بعدينا في الترتيب بس إلا تحطس على رأس مجموعة إيه عشان بلد مضيف عشان بلد مضيف طيب السؤال سريع أو رد سريع من حضرتك مقدمات كيروش مرحلة كيروش اللي فاتت ومقدمات مقبل أمم أفريقيا تخلي حاجة تراهن أو تطمن أنه كيروش قادر يوصل منتخب مصر الهدف الرئيسي اللي هو تكلم عليه كاس العالم أو لا عندنا فرصة طبعا خمس فرق بتوصل أنت عندك كماتشين فاصلين ووصلت للمرحلة ما قبل النهائية ده تموع ده مشتوم ده تموع الشخص العادي كل جماهي المصر عندها تموع ده كيروش يقدر يوصلنا يقدر يقدر بإذن الله خلينا أتكلم على الأهلي وعلى المشوار الصعب جدا والمزدحم واللي يبدأ بطولة كاس عالم مع كابتن محمود في السادسة بس اسمحون نروح لفاصل سريع وأخير ونرجع لحضراتكم هفتكر مع حضراتكم كلام اللي قلتوا في بداية الحلقة تعليقا عن تصريحات كيروش أنه لو أنت من المعجبين جدا من الراجل والمتفائلين بمشواره مع منتخب مصر تشوف أنه الراجل ده قادر على أن يروح بنا لبعيد في كاس أمم أفريقيا ويوصل بنا كاس العالم ولو أنت من العكس أو ناس اللي مش مقتنع بمشوار كارلوس كيروش مع منتخبنا على الأقل خلينا نراهن أنا وإنت كده على لعيبة المنتخب اللي قلت لكم ما عنديش شك في أن عندهم قدرة أنه هم يأخذوا المنتخب ويروحوا لبعيد وخدوا بالكم أنه عندنا في السكوات بتاعت منتخبنا الوطني لعيبة شاركة أورادي في كاس العالم ولعيبة نجوم في فراهة وأسماء من أكبر أسماء في منتخب في الدوليات الأوروبية ولعيبة أبطال أفريقيا على مستوى المنتخب الأوليمبي ولعيبة تانية أبطال أفريقيا على مستوى النادي الأندية وطبعا هم منجوم النادي الأهلي وبالتالي منتخب عارف يعني إيه شخصية البطن منتخب عارف يعني إنه رايح أو بيدخل بطولة هدفه الأساسي إنه ينافس عليها إذا كان فيه دور ومسؤولية لعيبة كابتن محمود وخصوصا لعيبة الكبيرة تقول لهم إيه هو طبعا البطولات ما بتتحققش حتى لو فيه جهاز فني على مستوى عالي فنيا المستوى الفني اللاعبين جيد بناما البطولات محتاجة للقيادة الصفات والشخصية الإيرادية المتوفرة في لعبة المنتخب أو لعبة النادي هم نتكلم عن المنتخب بأعتقد يعني ما حققه كابتن مثلا حسن شحاتة أعتقد لعبة سعادية كتير لأن كلهم شخصات قيادية يعني كل واحد يقود فرقا لوحده بدون يعني ذكر أسماء فدي أكيد لها دور كبير أول شخصات اللاعبين وتصميمهم ومصوت طموح بتاعهم وتركيزهم الحاجات النفسية والصفات الأراضية اللي بتتوفر لمجموعة اللاعبين ما فيش شك دي بتساعد كتير أو في تحقيق المطولات إن شاء الله بإذننا نتمنى مشاركة موفقة يعني وزي ما كنت بتكلم معاكم وزي ما حقيقة كنت بدلش مع كابتن محمود أنه أنا مش قادر أفصل أو أبعد لتنين عن بعض مشاركة مصر في أمم أفريقيا اللي تخلص نتمنها وليه لأ يعني مش في فبراير وليه لأ مش موجودين في المباراة النهائية وبعدها يمكن بقل من شهر هتكون المباراتين المصريتين بقى المرحلة الأخيرة من تصفات كاس العالم تفرق قوي وانت رايح المرحلة الأخيرة واصل لنهائي أو واصل لقبل نهائي أو على أهل مقدم بطولة قوية بتقول فيها أنك قادر توصل وتمثل قارة أفريقيا روح معك للنادي الأهلي الكابتن محمود عندنا فترة التوقف أعتقد إلى حد ما نسبيا يعني طويلة شوية ومن بعدها ندخل فيه المع ندخل فيه كاس عالم أندية ندخل في بطولة أفريقيا دوري كاس رابطة كاس مصر لو قرر المسؤولين هم يستكملوا الطريع الأمثل من وجهة نظرك للاستفادة بفضل التوقف دي هي طبعا مهمة جدا هي أو التخطيط الجيد ما فيه الشك هو بيوصل الانتاء الجيد وحيوصل اللاعبين بالتوفورن بتاعهم وأفضل حالة تدريبية مع عبدات المبرات الرسمية لو تحط تخطيط البرنامج التدريبي بشكل جيد وأعتقد الجهاز الفني أعتقد عنده قدرة أنه فعلا يقدر يخطط المرحلة ديت وكان فيه تجارب سابقة يعني احنا دخلنا على مثلا على سبيل المثال بطولة العالم الأندية وحقنا المركز تالبي جدارة يعني ودي كان تديجة ما فيه شك للتخطيط الجيد في وضع البرامج التدريبي ودي بتتم مهم جدا برضي لو دخلنا في تفاصيل شوية طبعا هتتأسم مجموعات يعني مش كل المجموعة المجموعة اللي كانت بتشارك بشكل أساسي مع الفريق أعتقد هيبقى لها تخطيط معين اللعبة اللي هي منضمة حديثة مثلا من قطاعات الناشئين أعتقد هيدعمهم شوية بقطاعات الناشئين عشان المباراة الودية وكده المجموعة اللي كانت بتشارك بشكل بسيط يعني هي ممكن تتأسم المجموعتين أو تلاتة ويتحط لكل مجموعة تخطيط جيد في المرحلة دي بحيث يوصلوا للتوب فورم وأفضل حالة تدريبية مع بداية أو مباراة رسمية كسر ربطة فرصة لإيه يعني إذا قلت إذا قيمت البطولة ومفترض البطولة تتلعب يوم 12 ووضح أن الربطة مهتمة جدا بالبطولة دي بيبقى أنها البطولة الوليدة أو هي صاحبة البصمة يعني على البطولة دي وهي بطولة كويسة وفرصة كويسة لأن دي أنها تحضر كل عناصرها لكن بالنسبة للأهلي وخصوصا أنك أول خطوة رسمية هتلعبها يعني يعني أو لماذا رسمية لأنه الربطة رسمية لكن أول خطوة مهمة أهم بطولة السنة دي الآن نادي الأهلي كسر العالم هي اللي جاية بعد فترة التوقف وبعد فترة غاب الفريق فيها عن أنه يتدرب بشكل جماعي الفترة كافية قبل بطولة مهمة وصعبة زي كسر العالم ترعاني على إيه في كسر ربط هو طبعا لا فكرة جيدة ما فيش شك احتكاك هبقى احتكاك قوي شبه رسمي في فرق قد تكون يعني نقصة بعد اللعبين المميزين باعتبار مشاركتهم مع المنتخب انما يعني بشكلك كامل لو بسيط لا بالعكس ما أعتقدش هبقى لهم تأثير خالد يكون بس يعني ممكن الفرق يعني نادي الأهلي بيراميدز الزمالك واخدين منهم عناصر أعداد كبير بالضبط إلا ما أعتقدش هتأثر لأنه فرصة كويسة جدا للعبين اللي بقى ينتقلوا بقى أنت حياتك القروية مش هتبقى أنت بديل أو بتشارك بشكل بسيط جات لك فرصة وهتبقى بطولة قوية وتقدر تثبت فيها وجودك فأنا شايف بالعكس هيكون فيها صراح كبير جدا وتنافس كبير جدا لأن المفروض أن كل اللعبين دي تاخدوا الموضوع بمنتها الجدية فرصة كويسة هيشارك في أكتر من لقاء قد يكون اللعب الأساسي منضم المنتخب وانت بديل مش موجود في الفترة الحالية عندك فرصة تقدر تشارك أو تقدر تقنع الجهاز الفني بتاعك أنك لا تقلع عن اللعب الأساسي وتقدر تشارك بشكل جيد وفيه ثقة أن الجهاز الفني ده يصق فيك كمستوى وتقدر تقدر المبارات الرسمية بشكل كبير جدا فدي فرصة كويسة ومن ناحية الفريقة كل أو الجهاز الفني شيء هيستفيد احتكاك قوي ودي حتقرب اللعب البعيد اللي هو بديل من اللعب الأساسي ويبقى فيه تنافس على اللعب بينهم ودي زي ما بقلت دائما نقولها هي اللي بترابت بتبقى كده لو ما فيش تنافس بين اللعبين وتقارب مستوى الفلكي بلادي اللي همكين كيها تبقى كبيرة واللي همكين تحقق بطرابت لو قريت معاك مشوار الأهلي قبل ما نروح لكس العالم يعني قبل ما نروح لكس الرابت أو كس العالم لعبنا سبع مطشوات في الدورة ولعبنا مطشين بالسكواد الجديد اللي هتبرو مطش واحد مواجهة واحدة في سوبر أفريقيا مع رجاء المغرب إزاي شايف كورت الأهلي السنة دي وإيه الاختلاف بينها وبين السنة اللي فاتت وخليني نركز على الإجابات أكتر وأنا أعتقد مع نهاية الموسم الماضي والبطرات الكثيرة نها الحقيقة أنا أعتقد الشيء المؤشر الكويس المستمر هو سبات المستوى سبات المستوى عند اللعبين كأفراد وثبات المستوى الفريق ككل كمجموعة وأنا شاف بال بالعكس أنا شاف متفاعل كمان إن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله يكون مش هقول أفضل في البطولات أتكلم عن المستوى أن البطولات محتاجة توفيق غير المستوى طبعا إنما أنا شاف فيه عناصر جديدة دخلت في كان بعدة فترات كان بعدة فترة إنما قربت والتنفس مهم جدا داخل الفريق مين كابتال محمود فرد أنا شاف كان طار محمد طار بعيد دخل ودوق أخذ صيخة الماتش الأخير ده تعال السوبر فيه عناصر تانية جديدة يعني طبعا والنادي القلب ممكن عنه 18 لعيب أو 20 لعيب يمكن بشاركه تقريبا معظم المبارات معظم قات المبارات أنا شاف يعني مش عايز أقول بحد إنه كان بعيد لأنه ما كانش بعيد لأنه برضو كان بشترك برضو في بعض اللقاءات وإحيانا برضو بيكون أساسي وإنما بشكل عام أنا شاف يعني إن شاء الله يعني متفائل إن الفترات اللي جاية الأداء يكون أفضل من المسلم اللي جاية إن شاء الله أهم نقطة ممكن عدد اللعبين اللي هم جاهزين أنا فاهم طبعا ده بالعكس يعني شاف أنه فترة الكسر ربطة دي هتبقى فرصة تجهيز القيمة بالكامل يعني كله ياخد جرعة تنشيطية كده بحيث أنه أوراقك كلها تبقى في أعلى مستوى مستوياتها قبل ما تروح كاس العالي بس النقطة المخوفاني أو اللي ناس كتير من جمهورنا دي جمهورنا دي أهلي بيعمل بينها مقارنة إن كورتنا كانت حلوة قوي من أول الموس أول ما توقفت المسابقة عشان مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كاس العرب رجعنا من بعدها إلى حد ما مش الأهلي مش نفس الأهلي ما قبل البطول يعنينا إلى حد ما في مواجهة الرجاء في لغاية ما قدرنا الحمد لله نرجع في النتيجة ونحصل من اللقب لصالحنا رجعنا الدولة هنا عانينا نوعا ما مع فيوتشر وفقدنا أول نقطتين في ناس بتقول إنه برضو نفس الظروف دي بتنطبق على مشاركة المنتخب الوطني في أفريقيا وبالتالي الفرقة مش هتبقى مكتملة مش هتبقى بتتمرن مش هتبقى بتستعد متجمع الوقت الكافي عشان تروح بقى لأهم وأصعب بطولة السنة دي بطولة كاس عالم لأندية رأيك إيه هو أنت مشكلة بقى في إيه في إنك بتيجي تحط برنامج تدريبي بتخطط له ماشي من ناحية الفنية من ناحية الخططية بتقدر تجهز الفرقة أو بتقدر تحط برنامج مناسب لكل اللعبين وزي ما قلت أنا في أثناء حوارنا يعني إنه في فروق فردية ممكن تقسموا للمجموعتين أو لتلات مجموعة وكل مجموعة تحط لها برنامج تدريبي لوحد لكن الحاجة اللي تبقى صعبة شوية مع الضغوط النفسية والضغوط العصبية والشراك في البطولات والمناسبة على البطولات إنت بتحط دي ما تقدر تشتر عليها أقول فدي بتأثر برضو إلى حد ما في مستوى الفريق ككل إنما ممكن تحط برنامج مثالي بين البطولات وبعضها وبين الفترات اللي إنت بذلت فيها مجهود وإنك تحط برنامج إنك تخلي دائما اللعيب في فورمة رياضية كويسة وحالة تدريبية كويسة إنه هو مع المباراة الرسمية إنما اللعيب اللي بشترك في أكتر من أو بشترك بشكل أساسي برضو لازم يتقصل لأن الضغوط النفسية والعصبية أعتقد حلولها يعني بنجد فيها صعوبة أنا مش قدر أحط له برنامج إنما ممكن أتكلم معه نظري يعني أتعامل معه بشكل كذا 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 في حوار نظري إنما آه من ناحية الفنية والخططية أقدر أحط برنامج إنما دي مهاش برنامج يعني الحقيقة وبتعتمد دايما على شخصية اللاعب اللي هو يعني يفضل مستمر في القدرة على يحافظ على مستوى في أجواء تنافسية دي فيه أحيانا اللعيب تهرب منها شوية نتيجة الاختلاف تكوين اللاعب نفسه النفسي والزهني ببقى فيه اختلاف يعني عشان حطوا برنامج أو سواء نظري أو عملي في النقطة دي بتبقى صعبة شوية شكل المنافس بيتأثر ففي النهاية اللاعب بتأثر يعني طيب شكل أهلي بطل أفريقيا سنتين متتاليتين بطل سوبر أفريقيا صاحب لقب برونزية العالم متوقع بشكل عام المنافسة في دوري الأبطال السنادي وفي الدوري المحلي مختلف عن السنوات اللي فاتت ولا الأهلي السنادي في حدة تانية دا أعتقد التنفس هيكون أقوى هيكون أقوى ها طبعا محليا وأفريقيا أنا شاف محليا أنا شاف إن شاء الله إن شاء الله عندنا قدرة نتفوق على مستوى الأفريقي مستوى الأفريقي إنما الدولي لا يقل صعوبة الحقيقة سيبقى السنادي على الإحراز بطولة أفريقيا يعني هيبقى فيها تنفس كبير قوي مشوار الأهلي في كاسر عالم تفضل لأن الفرق حتى الفرق فيه فرق صغيرة صعدة من سنة أو سنتين أو الموسم دا جداد ما فيش شك تدعيم المالي بيسمح لها أنها تقدر تجيب بعض اللاعبين على المستوى الفني مستوى جيد فأنا شايف يعني المستوى بقت متقربة حتى مش لو قسمنا الجدول كمستوى لتلت مجموعات الدول المصري شايف المستوى متقربة بين المجموعة الأولى والتانية أو حتى التالتة مجموعة الأولى فيها كم نادي لأنه قسمنا 18 فرق لو قسمنا أنا أريد أن أعرف النسبة والتنسب بتاعة المجموعة الأولى والمجموعة الوسط ومجموعة القاع المجموعة الأولى أهل وزمالك وبرمز أعتقد حتى الترتيب الجوري هو مؤشر لكذا إنما المجموعة الثانية وفيه مجموعة الثالثة هناك بعض الفرق يعني فيها نقطة أو يعني علامة استفهام يعني في النتاج المقولين عرب والإسماعيلي مثلا حتى طلعها الجيش يعني إسماعيلي المقولين عرب ستة وطلعها الجيش خمسة والإسماعيلي اتنين أعتقد ممكن يكون في بعض المشاكل يعني ممكن تتحل لأن المفروض الفرق دي بتاريخها وإسمها وأيضا على مستوى اللاعبين بتوحهم عايزة روح لكاس العالم كاس العالم بالنسبة للأهلوية السندي بطولة مهمة جدا فرحانين بإنجاز السنة اللي فاتت ما فيه الشك وفرحانين بميداليتين برونزيتين حقانهم في مشوارنا برضو متفقين لكن طموح الأهلي أو الأهلوية السندي إن إحنا نوصل مباراة النهائية الأهلي يقدر يوصل لتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية من وجهة نظر كابتن محمود هو طبعا ما فيه الشك وأندية البطولات لما يتحقق بطولة بطولة متكررة تانية يعني بتليها يعني أكيد مستوى طموح بيزيد نفيش شك أعتقد دي موجودة بس يا صعب صعب طبعا مش مسهولة طبعا ما أنا متأكد هي أصعب بطولة الأهلي السندي هي العب فيها يعني بالتدريج كده من أول ماتشو مونتري المكسيكي مبارف في غاية الصعوبة فالمراسة هتبقى أصعب بكتير من السنة اللي فاتت وحتى لو تخطيت الاثنين دول عشان توصلنا تلعب مع تشلسي في النهائي انت بتلعب بطل أوروبا وبتلعب واحد من أنجح الأندية على مستوى العالم كله نحن حقنا التالت 2006 وحقنا بعد كده 2020 نتمنى إن شاء الله السنة دي تبقى مشاركة بنتيجة أفضل إن شاء الله بإذن الله ماهور الطموح لازم يبقى كده ممكن من حقاش بس لازم دائما يعني مستوى الطموح لازم في الزجاج إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله والأهل السنة دي غير وده اللي يعني محسسنا إن شاء الله بالعناصر المميزة ومستوى التنفس زي ما قلنا اللعيبة مع بعضها أقوى من المسلمين الحمد لله إن شاء الله موفقين سواء منتخب مصر في بطولة كاس أم أفريقيا الأهلي في كل بطولاته أفريقيا كاس عالم بطولات محلية خليني قبل مختم الحلقة أتوجه بخالص التعازي باسم طبعا كل زملائي في قناة النادي الأهلي بشكل خاص فريق عمل السادسة في وفاة والد كابتن عبدالواحد السيد طبعا نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك السابق وفاة والدته النهاردة طبعا خالص تعازينا وفاة والده أنا آسف بعتذر خالص تعازينا طبعا لكابتن عبدالواحد السيد وطبعا نتمنى يعني الرحمة والمغفرة للراحل وطبعا للأسرة كل الصبر والسلوان بشكر حيك شكرا جزيلا كابتن محمود نورتنا في السادسة وان شاء الله بإذن الله مشوار موفق احنا على بعد أيام خلاص بسيطة النهاردة تخلص مشاركة النجوم المحترفين في الدولات الأوروبية وبالمناسبة شوط أول انتهى بين شلسي وليفر بول بنتيجة 2-2 بعد ما تقدم ليفر بنتيجة 2-0 وكان صلاح سجل هدف ودي يمكن الحسن الوحيدة اللي تحسب في الشوط الأول لليفر بول لكن للأسف الشديد تمكن شلسي من التعادل في قبل نهاية الشوط الأول بشكر حيك شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم وعلى كل خير ان شاء الله نتقابل على شاشة الأهلي دايما في تمام السادسة